حقوق المستهلك في الخامس عشر من مارس ألف وتسعمائة واثنين وستين أعلن الرئيس الأمريكي جون كينيدي مجموعة من الحقوق أقرتها فيما بعد وتحديدا في عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وفيما يلي الحقوق الأربعة الرئيسية وهي أولا حق الأمان وهو حق المستهلك في الحماية من السلع والخدمات وعمليات الإنتاج التي يمكن أن تحدث له أضرارا فيما يتعلق بصحته وسلامته وبتعبير آخر فإن هذا الحق يعني أن المنتج لم يعد يمارس نشاطه الإنتاجية والتسويقية فقط في إطار المساءلة القانونية بل يضاف إلى ذلك أن أداءه يتم تحت قيد المسئولية لجتماعية تجاه المستهلك ثانيا حق المعرفة وهي تمثل حق المستهلك في الحصول على المعلومات وهو ما يشكل لزاما على المنتجين توفير الظروف الملائمة التي تمكن المستهلكين من حيازة المعلومات الكافية عن المنتجات ويكونون قادرين في الوقت نفسه على القيام بعملية المقارنة بينما يعرض عليهم من سلع وخدمات وتقويمها كل هذا يمكن المستهلك في النهاية من امتلاك الحق الذي يجنبه الوقوع في التضليل والاحتيال والغش والخداع التسويقي الذي يمكن أن تمارسه الإعلانات الكاذبة أو العلامات التجارية أو وسائل التضليل الأخرى وترتبط فعالية حصول المستهلك على هذا الحق والاستفادة منه بمسألتين هامتين هما كفاية المعلومات ومصداقيتها